بعد التعادل بدون اهداف مع فريق جنوب افريقيا الدولة المضيفة لبطولة كأس الخارات يستعد الفريق العراقي لمواجهة اختبار اصعب غدا في مباراة مع الفريق الاسباني بطل اوروبا الفريق العراقي الذي فاجأ العالم من قبل بفوزه ببطولة اسيا على الرغم من الظروف الشجدة الصعوبة حق في افتتاح البطولة في جنوب افريقيا مفاجأة اخرى بالتعادل السلبي مع فريق الدولة المضيفة وامام خمسين الف مشاهد متحمس من جمهوره اكيد منتخب اسباني تصنيفه على العالم اول ومن الفرق القوية جدا ويمكن احنا وضعيه خارج الحسابات في المجموعة كونه هو الفريق المنافس القوي لتصدر المجموعة تبقى الورقة الثانية يعني ان شاء الله نتنافس عليها مع الفرق الاخرى جنوب افريقيا وان شاء الله يكون حظنا وفربي الترشح للمرحلة يأمل الفريق العراقي الذي يلعب روح معنوية مرتفعة وبلا اصابات ان يؤدي مباراة جيدة تليق ببطل اسيا في لقائه مع الفريق الاسباني بطل اوروبا الفريق الاسباني يفاز بخماسية نظيفة على فريق نيوزيلندا ويحتاج الفريق العراقي ان يكون في احسن حالاته حتى يتفادى هزيمة مماثلة عادل شعير بي بي سي تحسل